مفيش اكتر من ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ل14.7 من 10% واستحوازه على 32% من سوق العمل للدلالة على قوة القطاع الزراعي في مصر الواحد ونص مليون فدان والدلتة الجديدة وغرب المينيا ومستقبل مصر ومشروع الصوب ومشروعات قومية اعادت لمصر وجهها الاخضر مرة تانية بعد سنوات عجاف شهدت تراجع المساح المنزرع من الاراضي الاستثمار الزراعي في مصر بيدرب المثل كاستثمار امن وعوائد تصل 40% طوال السنة من خلال دورتين زراعيتين وبارتفاع قياسي في الصادرات بلغ 4.3 من 10 مليون طن خلال اول 9 شهور من العام الحالي مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضروات وزادت عليه بفائد معدل التصدير قطن مصر ودهبها الابيض بيستعيد عرشه وامحها في زيادة مستمرة مشروع السوب جاهز لمواجهة فاصل العروات بتعويض النقص في المعروض كل ده اكتر بدعم من مشروعاتنا القومية الزراعية المشروعات اللي هتجلب لمصر الامن الغذائي بالزبط زي امنها العسكري والسيادي اللي صنعوا ابطلنا في حرب اكتوبر 73 واللي بنحتفل بذكراها هذه الايام كل سنة مصر بشعبها وجيشها وقيادتها السياسية والعسكرية بألف خير وسلام ترجمة نانسي قنقر